هدي الحميد ايوه اعمل ايه كله تمام الحمد لله احنا بقى سنين فعيلة من السوشيال ميديا صورة معينة للينفلونسر او لل content creators صورة معينة شكله معين براند معينة وعندنا بقى حاجة مختلفة خالص انتو عملتوا طفرة يعني عملتوا حاجة مختلفة بتمثلوا شكل موجود اصلا حوالينا ناس حوالينا كتير بس ما كانش ليهم نسميها ايه representation او حد بيمثلهم على سوشيال ميديا احكيلي ايه لخلاكة تبتدي اصلا على سوشيال ميديا انا بتذب الصدفة يعني كنا في الحظر بتاع الكورونا في عشرين عشرين وكنت زهينا وكنت ساعتها بشتغل في شركة مش عارفة هينفع والاسمي ولا عايز جميع كنت شغالة هناك سوشيال ميديا فكنت عايزة عارف تيك توك ده هينفع ولا لا للبيزنس فكنت بجرب بس وما كنتش طبعا بجرب الاكاونت بتاعنا عشان ما ينفعش وكده فعملت انا نفسي اكاونت وقعد تجرب فيه وهزر وكده والموضوع يعني في الاخر ما عرفش الناس حبت الموضوع وكده ولقيت ان الناس بتتطور وكده فقلت طب وي نوت ان انا اكمل يعني بس ده ما كانش في حسابي خلص موضوع جيه بالصدفة تفتكي ناس لي حبت الكونتونتو والله انا في الاول ما كنتش عارفة ما كنتش فهمة وما كنتش فهمة ليه الدعم اللي جالي من تيك توك ده انا جالي دعم من تيك توك من ناحية انه هم جابوني فوتو شوتس ودخلوني مسابقات وكسبت حاجات وكده انا ما كنتش فاهمة يمكن علشان اه بعمل حاجة لطيفة تيك توك برضو is a new platform بس بقى بيجي لي comments بعد كيف فهمت شوية ليه الناس حبت الموضوع وجا لي comments يعني انه حاسين في حد يعني شبه هنا اكتر حاسين في حد على طبيعته اكتر من أفضل اعتقد الـ platform اصلا بتاع تك توك هي كان انستجرام في حده ان كل الناس عملين photoshop وعملين معرفش فاستونة ومعرفش ايه وثور و– super perfect we have to be very perfect بعدين اصلا طبيعة الـ platform بتاع تيك توك بكل الناس اللي قم عليه كنت ناس قاعدة زهقين في البيت فما كانش فيه ال amount of work اللي ده goes on instagram وما كانش فيه ال amount of fame اللي عند الناس اللي اللي اولاديهم عن انستجرام فمش أنا بس يعني الـ platform كلها كان بريك للناس بس انت نقلت يعني مش نقلت بس دلوقتي ليك كمان تواجد على انستجرام بصي طبيعي بقى اللي ما بتتعلم محتوى الناس بتحب ان هي تعرف اكتر فاللي هو عايزينك على منصات تانية عايزين نعرفك على منصات تانية فبعد سانة مثلا من التيك توك بتايت اشوف اه طب ممكن اقول للناس تيجي على انستجرام وعمل حاجات هناك اكتر لستوريز مثلا حاسيتي بفهم يعني حاسيتي الاودينس تنقل معيك ولا الاودينس بتاع انستجرام كان مش فاهم الكانتر يعني هيقولك علي حاجة الناس اللي بتحبك قوي هما اللي هنتقلوا معاك عشان كده مثلا انا عندي الناس اللي عام انستجرام اقلب كتير من الناس اللي على في ناس ما عنداش انستجرام اصلا يا فيه ناس قصلا عندهم تيك توك بس ما عندهمش انستجرام مش كل الاودينس تنقل في شوية منه تنقل وفيه ناس بتاكتشفتني من الانستجرام بس ناس اللي مكانش عندها تيك توك بتقمي بقى التعليقات يعني فيه الجزء support والناس بتحبك وهي الحب الكنتنت فيه الجزء التاني اللي ممكن تكون الناس مش متقبلة للفكرة أو مش عاجبها الكونتنت اللي انت بتقدمي بتقابلي للناس دي انا بشوف كتير مثلا على سوشال ميزا ومش بتكسف انك تقولي وبتقولي وبتعملي هايلايت عليهم كل الناس بيقابلها للقومنز دي سواء بيعملوا محتوى او ما بيعملوش محتوى ممكن حاجة الناس فاهمينها غلط او اكشي حكتين الناس فاهمينها غلط عني ان انا ما بيجيليش غير القومنز دي وده غلط جدا لان دي مثلا ممكن تبقى 1% من الكومنز او واحد من الكومنز اللي تيجي لأي كونتنتم كرييتر وثاني حاجة ليه انا برد عليها الناس كتير فاكرة ان انا برد عليها علشان انا متضايقة او علشان انا في حاجة مضايقاني بالموضوع او انا مع الموضوع والناس تقابلني في الشارع ساعت تقولي متسعليش ومعرفش ايه بس اكشي لي هو انا وضحت كذا مرة ويمكن الناس مش قادرة تتوعب ده عشان مي بي انا وضحته بطريقة محتاجة غير طريقة التوضيح بتاعتي ان انا بهايلايت الكومنز دي عشان انا الناس ما تعرفش اللي بيجو ثرو بهايند السينز وانا بهايند السينز عندي كم من البنات اللي بتبعتلي بيقولولي انا عايزة مهوت نفسي انا ما بحبش انزل انا عايزة انتحر انا خلاص مش هتجوز انا خلاص مش هشتغل انا فرصي في الحياة بتضيع عشان انا صمرة شعري كيرلي وسيارة تخينة بس فانا بوضح الكومنز دي عشان اوضح لهم قد ايه حتى لو انت واثق في نفسك الناس برضو هتعمل كده لان دي عيب فيهم مش عيب فيك فارجوكوا بطلوا تبقوا عايزين تنهوا حياتكوا بسبب حاجات الناس بتقولها فانا بحاول اوصل المسج ان ده طبيعي وان الناس دول ما هماش مهمين وان الناس دول بيكلموا كده كده وان الناس دول مهما عملت مش هتقدر توقفهم اعتقدنا محتاجة وضح اكتر ان انا يعني برد علشان افهم الناس اللي في المسجز اللي مش بيظهر انه مش ده كله ان الموضوع كله مش طلب يعني فيه ناس بتحبك وده بدليل انه متابعينك وبيتفاعلوا معيك فهو دي جزء من اللي بيحصل اللي هو بيحصل عن بناتا في الحقيقة يعني انت بزنتيش المجتمع بالزبط كده وانا بحاول ان اوصل المسج للناس انه ممكن تردوا عن الناس دي ممكن تتجاهلوا الناس دي انتوا ممكن تبقوا نكحين بعيدا عن الناس دي بس هو الحلو في اللي حصل على السوشال ميزي اللي عملتوه ان يعني دايما كان بيبقى فيه صورة معينة والصورة التانية احنا مش ها اه فيه ربزنتيشن لشكل مختلف للإنفرونسيز او الكونتينت كريتر بس هتلاقيهم بيلعبوا في حتة تانية خالص اصلا ان حاجة بقى ايه باية ثقافة مش حارف ايه لكن انك بتهتمي برضو بالميكوب والشكل والحاجة انها مش حاجة محظورة او لش اشخاص معينة او شكل معين فبتهيدي ده اللي تخلى الناس ترليت قوي انه انتوا بتقدموا حاجة هي لايئة على الشكل ده يعني اللي هو ناس كتب يعني ناس كتب مش الصورة الفوتوشاب زي ما انت كنت بتقولي طفل شغل انت كنت شغالة اصلا في السوشل ميديا كنت حاسة وانت بتتبعي الناس على السوشل ميديا والحاجات دي انه محتاجين حد شبهي يعني انا عايزة حد شبهي شبهي وشبهك مش حد السنين فضيعة والشعب مزبوط طول الوقت صحيح منهم حقيقين كنت حاسة ان انت محتاجة انت كهدير ناس تمثلك الحقيقة انا كنت بشتغل في الريجينال تيم يعني انا ما كنت شغالة في مصر فانا كنت شغالة في افريكا فده عرضني لعدد اكبر من الانفلونسر يعني الناس في الانفلونسر في مغرب في تونس في نيجيريا في كينيا فانا كنت الرحلة دي اللي وسعت مدركي اساسا برا البيوتي ستاندرد او برا معيار الجميل اللي محطوط في مصر انو ضحكني جدا لان انا مثلا لما روحت نيجيريا اكتشفت ان معايير الجميل مختلف تماما المغرب برضو مكيب ورايبين مننا شوية في المغرب وتونس بس برضو مختلفين كينيا اختلاف تام كودوفور اختلاف تام فاللي خلاني اسافر عبر افريكا كلها وان انا اشتغل معهم وروح اجنسيز وانفلونسر وكلام ده خلى انا مدركي اساسا اوسع وخلى انا فهمي عن معايير الجمال اوسع ما كنتش بصراحة بفكر ان انا محتاجة انفلونسر في مصر شبهي والكلام ده وكان انا مكنتش اصلا بريليت بس الانفلونسر في مصر أنا كنت بريليت في الانفلونسر في افريكا بلاس كمان اكيد كلنا بنتفرج على الناس في الستيتس و في يوروب و في استراليا وهاكذا فاهم كنتش حاسة الاحساس ده لان انا مكنتش محصورة قوي في الكوكب بتاع مصر وزي ما قلت لك أنا بدأت بالصدفة فأنا ما كانش عندي المسج أول داخل اللي أنا كنت عايزة وصلها في الأول أنا الموضوع جه بالصدفة أن أنا أدركت الموضوع ده في النص وأدركت إن ده ممكن يساعد ناس وأدركت إن ده مسج كويسة ممكن أنا أليدت أو ناس من أصحابي يليده أو هكذا لما مدركك بتوسع وبيبقى عندك الإدراك ده أنت من جواكي نفسك بتختلفه يعني فكري مثلا إن حد طول عمره ما بيخرجش من بيته وبعدين فجأة أخرج من بيته واكتشفت إن في حاجات تانية في الشارع إيه ده ده في حاجات بره مصر الجديدة مثلا إيه ده في حاجات بره قاهرة فطول ما الإنسان محصور في حاجة واحدة عمره ما هي رافية يطلع منه ممكن ذات كوول إن أنا قدمت للناس فكرة مختلفة بالنسبة لهم بس الكابل الأول بالنسبة لي أنا كنت متعود عليها كنت موضوع انت بتكلمك تسير أيوة على فكرة الاموشنال إيتنك حكيتنا أكتوع بتجربتك لعشان لو حد بيسمع نفس الفكرة بيموهم بنفس الموضوع كلميني عن التجربة بصي إلي أنا فهمتوا من المسجز والكومنس اللي جات لي إن كل الناس عندها إيموشنال إيتنك ده كل الناس بتتعرض له ممكن أتكلم من وجهة نظري أنا إن إحنا وإحنا صغيرين محدش بحيائنا إن إحنا نتعامل مع مشاعرنا وبيت المصري بالذات الأكل بيستخدم كطريقة نقتصالحي بها حد يعني مثلا لو إنتي عدز علينا هتلاقي ممتك بتقول تعيد غذي لو مثلا بابا وماما متخنقين هتلاقي بيجيب لها تشوكليت لو في مثلا مشكلة مثلا ما بين حد وحد هتلاقي بيقول تعال عزمك على العشاء كلام دوت فبقى دايما الحتة بتاعتين اللي نتعامل مع مشاعرنا بالأكل من وإحنا صغيرين معظم الناس بتعامل مع مشاعرها بالأكل سواء بقى إيه في الحزن في الفرح في الزهق في الاحتفال وبنتحول إن إحنا الأكل مش مصدر طاقة أو مصدر إن إحنا مثلا جعانين فبنسد جوعنا أو دي مثلا غريزة معينة ربنا حطتها فينا علشان نقدر نكمل وعشان نتعامل لأ الموضوع بقى أنا أنا بتعامل مع مشاعري بالأكل ده بي قديل مشكلتين مشكلة الأولى أنا بتعملش مع مشاعري أنا 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 بقيت ما بتعملش مع مشاعري أساسا لأن أنا ما بعملش حاجة غير دانا يكل وأنا زعلانة وأنا فرحانة وأنا هي كائنا مسكنات بالزبط بالزبط كده تاني حاجة إن أنا بقى جسمي نفسه العلامات اللي جواها بتبوز لأن أنا جسمي بقاش عارف هو إم تجوع طب ما الستة دي بتأكلني في أي وقت أنا إمتى هقول لها جعان أنا بقيتش عارف إنها شابعين لأنها ما بتسمعنيش لما أقول لها أنا شابعين هي بتكمل الأكل لأنه الأكل ما بقاش طريقة سيرفايفل أو ما بقاش طريقة استمتاع أو ما بقاش طريقة سد دجوع لأ هو الأكل بقى طريقة تسكين زي المسكنات بالزبط كده فالإموشنال إيتنك ده موجود عند كل الناس المشكلة اللي بتحصل إن الناس لما بيجي لهم إموشنال إيتنك في ناس بيبقوا لكي يعني عندي واحد صاحبي هزيوج إيموشنال إيتر بصور فائعة فما فيش حد بيقول له حاجة ليه لأنه هو عنده دودة في بطنه تقريبا هو كان بيقول كده لنفسه يعني أنا بهذر طبعا بس هو الحرق بتاعه عالي جدا فالولاد دوت عمر ما حد بيكلموه في الإموشنال إيتنك بتاعه لأنه هو رفايع جدا بس طبعا We're not all as lucky as him It's not lucky يعني لأنه عمره ما هيتعالج بسبب أن المجتمع عمره ما يقول له يتعالج بس معظم الناس بتبتدي تدخن فلما ده اللي حصل لي بردو لما الشخص بيبتدي يدخن بسبب أنه بيأكل عمال على بطال أول حل لي يلا نضيك لدكتور دايت فدكتور دايت ده مش بيعالج المشكلة الأساسية المشكلة الأساسية مش أن أنت تخند ده عرض مش مرض المرض الأساسي هو أن أنت ما بتتعاملش مع أحزانك أنت بتاكل فالإنسان لما بيروح يعمل دايت هو بيحط مشكلة فوق المشكلة لأنه هو أولا ما عرفش يتعامل مع أحزانه أو مع مشاعره تاني حاجة حط بقى restriction تاني للحاجة الوحيدة اللي بتساعده في حياته وهي الأكل حط restriction عليه وبقى ما بيأكلش خالص بقى بيأكل معين بأوقات معينة بالكالوريز معينة بشكل معين جايله في ورقة أو جايله في روشيتة أو جايله في whatever فده بيزود مشكلة تانية المشكلة بقى أن الموضوع ده بيبدأ من سن صغير قوي فده بتبقى formative years تبقى السنين اللي اللي بتكون فيها الدباك والاكمين بالضبط اللي بتكون فيها الشخص فالبني آدم بيبقى عيان بالموضوع ده من هو صغير ومش عارف ومش حد حوله عارف وهو بتبقى اللي بيسموها دائمة مغلاقة هو بيبقى دكتور دايت فمش بيخس لأنه أو بيخس بيبقى زي يو يو دايت يعني كده بيخس شوية بعد كده يدخن تاني فبيدخل في محلة frustration أو أنه محبط فبيبتدي يأكل أكتر فبتبضل دائمة مغلاقة ده يبضل فيها طول الوقت بالضبط وليه بقى frustration بيخلي يأكل عشان هوم الأول متعملش أساساً مع حتة أنه طبعاً لبقى frustration تتعمل إيه فهميني ما فيش الطول الصح بتاعة التعامل مع مشاعرك مش موجودة أصلاً ومحدش حواليك يعرفها لأن معظم الناس يا إما بتعملها يا إما ودي عشان توصلي محلات الوعي أو تعرفي تتعاملي مع مشاعرك دي تكوني محتاجة مساعدة من حد متخصص ولا أنت ممكن بإدباكك نفسه أنت تتعاملي معه بصي والله اللي أنا حصلي اللي في الآخر إنه أنا بدأت وانا عندي أنا بدأت وانا عندي 12 سنة كان ساعتها وزني 119 كيلو تمام؟ بعد كده وانا عندي 29 سنة يعني كم سنة ده؟ 12 سنة 17 سنة 17 سنة لاتر بقى وزني 155 كيلو فأنا 17 سنة بعمل دايت بخسه بادخن بخسه بادخن وزدت فيهم حوالي 31 كيلو فوصلت المرحلة بقول اوكي انا بنياد متعلمة وعارفة أنه الترايلز بيجي الها وقت ما ينفعش بقى بقى لي 17 سنة بجرب حاجة وتبقى بتنفع بالضبط أنا جربت كل حاجة ولمت نفسي وانا وحشة وانا ما عنديش إرادة وانا بحب الأكل وانا طفصة وانا شتمت نفسي كتير وهزقت النفسي كتير وعملت كل حاجة بقى الإبر الصينية الكيتو السيام المتقطع اللو كارب اللو قايمات الماكروز الكالوريز الجيم الكارديو مش عارف الهيت الكروس فتنس المعرفش كل حاجة عملته عملت كل حاجة معادة كيتو بصراح لأن انا حسيت ان انا مش هادر يعني مش هادر بس مش كيتو مش هادر كيتو بس شفت اخوية بيعام الكيتو وشفت اخوية بيغم عليه بسبب الكيتو وكلام ده ووصلت به المرحلة اللي هو اي كوي اوكي سو يعني انا عايزة بقى بني ادم طبيعي انا كان عندي رغبة ان انا بقى بني ادم طبيعي اكتر من انا بقى بني ادم رفيع ودي مش موجودة عند الناس على فكرة ودي ما كانش عندي لفترة طويلة قوي انا بقولك عندي 29 سنة بعد 17 سنة من اليو يو دايتينج وايام انا في ايام يا زينب خسيت لدرجة ان انا البيريد بطلت تجيلي انا جالي انيميا وجسمي ما كانش قادر يطلع لي بريد من كتر ما انا خسيت انا كنت باكل في اليوم حوالي 500 كالوري ده انت كنت عاملا مع نفسك كنت عاملا مع نفسي وفي دايتز زي مثلا دايتز اللي هي اللو كارب مع مع ترينرز او دكاترة انا كان في ايام مثلا انا ممكن ادوخ من كوتل ما انا مفيش كاربايا بتدخل جسمي ان انا ما بقولش عيش ما بقولش روز ما بقولش مكرونة بقطع السكر بقطع كل حاجة وكل من ده كله كنت بعمله وانا ما عنديش مقاومة انسولين حتى يعني الناس تقولك اه انا لازم اقلل السكريات وكلام ده عشان مقاومة انسولين انا اصلا ما عنديش مقاومة انسولين انا واحدة عندها 14 سنة ما عنداش مقاومة انسولين دكتور حتتها على زيرو كارب اساسا وده بيحصل لكل الناس مش انا بس يعني حقيقي انا كان عندي رغبة انا مثلا كان حد سألني مثلا انا عندي 20 سنة 21 او 22 لحد ال 29 تعيشي سنة رفاياع او سوبر موديل وبعدين تموتسي ولا تعيشي لحد ما تتمي 80 سنة وتتجاوزي وتخليفي ويبقى عند الكارير وعيلتك وكده بس هتبقيت خينة هقول لهم هعيش سنة ويموت لو بقيت ماضي وكل الناس على فكرة دي دراسة عملت في امريكا كل الناس كان بتجاوز كده فالناس عندهم رغبة ان هم بيقوا رفيعين عشان يبقوا مقبولين في المجتمع مش عشان صحتهم لانه لو هعيش سنة ويموت هو هيموت هو مش هيبقى صحي مفيش صحة في الموت فلو هعيش سنة ويموت الناس عندهم الرغبة لان المجتمع بجد بيعمل الناس التخينة بطريقة بشعة بشعة من كل اتجاه بقي حقيقي فانا وصلت المرحلة اللي هو خلاص انا عايزة بقى طبيعية في حياتي انا اهم عندي نفسيتي وحياتي عن ان انا بقى رفيعة بس فطبعا I went to a health coach وكلمت معيها وهي اللي ساعدتني I don't think ان انا عايكود في دانت on my own مش عشان البني قدم ضعيف ولا الارادة ولا الكلام ده كله لا خالص انا مكنش عارفة عملها الوحدي علشان كم المعلومات الخاطئة اللي في دماغنا وكم البوشنج بتاع المكتب اللي حوالينا وكمان انت بتتعاملي مع مشاعرك بني ادم لان في صحة نفسية في الموضوع فالبني ده مش عارفة تعامل مع مشاعره الوحيد هو محتاج فانت تكلمتي على او الضغط اللي بيحطه عليك المجتمع هل القصرة كمان بتعمل الضغط ده؟ طبعا القصرة بداية البراشر القصرة جزء المجتمع كنت حاسب ايه الحاجات اللي وانت تغيبة كنت بتسمعيها من اهلك او من الناس الدايبة مغلقة حواليك عشان لو حد بيسمعنا دلوقتي وبيعمل كده مع اولاده ممكن يتفايداها ايه الحاجات اللي كانت فعلا بتتعبك؟ انا بشوف حاجات بشعة زينب على الانلاين يعني يا قتليست احنا زمان كانوا اهلينا بيتنمروا عالينا جواب بيت دلوقتي بقوا بيجيبوا الاهالي بيجيبوا عيالهم قدام الكاميرا وبيقولوا لهم انتو تخان انتو صمر انتو شعاروكوا كاتكت انتو معرفش ايه قدام الكاميرا اعرفش بصراحة ده هاو يدونه هاو لأ وبجد وفيه انفلوانسز يعني بدون ذكر اسماء فيه انفلوانسز كبار بيطلعوا عيالهم يتريعوا عليهم فطبعا يعني انا مش عارفة هما مدركين ان ده غلط واكيد انت اكيد لو انت اكيد مش بيكونوا مدركين يعني لو ممكن تكون نعرف اللي هو التف لوف احنا متعودين دايما على فكرة ان انا بحب حد فاللي هو انت تخينه خسي فاللي هو انا لما اقرزه بالكلام هيتنحمع ويخسي بس هو ده للأسف غلط صراحة انا شايفة ان لو حدا بيفكر كده مش المفروض يبقى ابو ولا ام صراحة يعني وخدوا دي كوت بقى احطوها كبداية يعني خلوا دي بداية البرومو في الفودكاست عشان انا شايفة ان انت لو انت شايف ان التعامل مع نفسية البني ادم هو ان انت تتنمر عليه فاتضايقوا فانا شايفة ان انت مش مؤهل انت تبقى ابو ولا ام لسه بدري عليك ابنك تطلع عجيل يعني بيش فيها بتعمل اي без توصليك الحاجات الكتير ان الدغطة بداخل العلاقات مبدأين الناس اساسا مش مصدقة ان انا خسيت بسبب التغذية الادراكية الناس مش مصدقة اه وانا اساسا مش مش مصدقة انا كنت متعصبة جدا 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 لان انا قعدت سبعتشرة سنة اعمل ضايت ويفشل وابعدين انا عادت سنتين اتعلق ف Sweet.ent,僕 digital, when your Biz Adrrent. في اخر السنتين دول. انت في سنتين دول ما بتخسيش لان ان انت بتتعالجي. اوكي صديت اخس بعد كده لان البني ادم بقى بيأكل احتياجه وبيوقف لما بيشبع فبتخسي فانا مستغربة ان انا خسيت مغير ضايت فحكيت قصة انا ما كنتش عايزة انه هو بصوا علي انا ازاي خسيت سبعتها شاركي لا مش مش انا الشخصيتي خالص بس انا قلت كده عشان في ناس كتير جدا كانوا مش مصدقين ان ضحايا فيصدقوا انهم فعلا لينا تنج بالضبط عشان الناس كتير جدا برضو بيبعتوا ليما سجايت احنا في دايرة مغلقة احنا بنعمل ضايت بقالنا عشرين وعشر سنين انا عملت اسك على الانستجرام عندي على ستوريز كم من حوالي كم شهر كده وسألت الناس يا جماعة بقالكم كم سنة بتعملوا ضايت ونجح ولا لا مفيش حد في حياته قاد ان هو عمل ضايت ونجح لو انت مثلا عايزت عفصيلك عشرة كيلو بعد الحمل بعد الكريسمس بعد الولادة بعد ما عرفش ايه ممكن 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 اللي هو عشرة كيلو دي تلعابي فيهم وانت كبيرة انما لو انت عندك هابت اوف كرونيكل دايت منو انت صغيرة 99% it will not work فكري فيها كده ذكرت الدايت هيعملو ايه طيب بعد ما انت تخصي بعد ما انت برضو عتبجعي اه نفسك كسفة الظبط هيا it's bad for business to actually give you diet that works it's really bad for business ايه الضغط اللي بيمامسوا بقى في الولايشنشيبس انك في علاقة مع واحد تنمو بقى بس في العلاقة العاطفية بص يا زوزو بصي بقى بجد انك تتعافي من اطراب الاكل وفي حاجة اسمها body dysmorphia انا معرفش يعني ايه بالعربي بس هي تقريبا اطراب تشوه الجسد يوموف from a person to another person الكمن الكمن الست الكمن عندي في الفولورز عندك في الجروب في الشارع في الكافية في السينما في النادي في الجيم عندها body dysmorphia ايش وكل الناس شايفين انهم اوحش من شكله معظمهم عشان كده عندنا صناعة كبيرة جدا لعملات التجميل وصناعة كبيرة جدا للكوزماتيكس بروسيدجرز غير عملات التجميل بروسيدجرز بقى والجيم والدايتس والتفتيح والتشئير والتطويل والبتنجان وكده فمعظم الناس كده ليه الستات عندهم البادي ايشوز دي بسبب ان هي ماشين كبيرة قوي بتغذي فلوس كتير جدا ان زمان كانت المجلات دلوقتي بقت البلوكز والتلفزيون معرفش ايه يقولك ايه اللي حلو هتلاقي اللي حلو في الستينات غير اللي في السمعينات غير في تمانينات غير التسعينات يعني ايام اميه لما في التمانينات كانت الموضة الست اللي شعرها قصة الاسد فاكرة قصة الاسد بتاعت امهاتنا دي اللي مش عارف ايه كانت جين فوندا بالحاجات بتالرياضة معرفش ايه جات التسعينات لأ انت تخسي جدا جدا زي كات مص مثلا وكده إحنا وإحنا صغيرين أعتقد يا زينام أنت من نفس سني أو نفس الأيجي يعني شوية كانت كريستينا أجليرا بريتني سبيرز مش عارف إيه فاللي مثلا كان وزنها 60 دي كانت تخينها تخينها اللي هم عندنا هي وزنها طبيعي جدا من بقية بقى جات بقى إيكم كارداشيون بالكيرفي معرفش إيه بقى فيه المشهور ده فاتعملت العمليات بتاعة البي بي أل اللي أنا عايزة يبقى عندي أس رغم أن من عشر سنين الناس كلها ما كانت عايزة يبقى لها أس أنا عايزة أبقى كيرفي مع أن من عشر سنين ما كانش حد عايزة يبقى كيرفي الشعر كيرلي بتدى يدخل مثلا هنا في مصر مثلا بتدى يبقى فيه شعر كيرلي يدخل بقى ساكسي أكتر رغم أنه برضو من عشر سنين كان لا أنا عايزة أعمل بروتين عايزة أفرط شعر بالزبط فمعيار الجمال بيتغير على حسب هنكسب فلوس منك قدية دلوقتي معيار الجمالة تتغير عشان أنا أقدر أكسب منك فلوس عشان أعمل لك بقى نفخ وبي بي قال ومعرفش إيه وكده يعني طول الوقت ساتت بتجري حولي نفسها بتجري حولي نفسها بتجري حولي حولي حاجة نموذج معين للجمال اللي هو حد حطه مش عالفين مين اللوابة نزل الفكرة بقى في الرجالة وده برضو الرجالة بيتأثروا يعني الراجل عايز يحس وسط صحابه أنه هو أجمد واحد زي ما إحنا عايزين نحس برضو أن إحنا أجمد واحدة عادي فطبيعي أن هو تفكيره عقله الباطن بقى عايز يقوله أنه آه مدام المجتمع بيقوله أن دي شكلها حلوة ومزة فأنت عقلك الباطن بيقولك آه دي شكلها حلوة ومزة فأنا عايز أبقى أجمد واحدة فيبقى معايا واحدة شكلها حلوة ومزة أكوردن للمجتمع عشان نستشوي عليه وتقول إي ده بص المشيام عادي حتى لو هو راجل شرقي مش عايز يغطي مراته والكلام ده هو حتى لو هو راجل شرقي عايز يغطي مراته ومش عايزها تزهر ومش عايزها معرفش إيه هو من جواه الموضوع بقى بطني يعني الزفع بالضبط هو الموضوع بقى بطني حتى لو هي منقبة أنا عايزها بيضة برضو محنش هيشوفها غيري بس عشان أنا أحاسس أن أنا جاي من فهميني فجمال أنا بقولك أنا مثلا من روح نيجيريا مثلا موضوعك مضحك جدا ليه بقى عشان في نيجيريا مثلا ان انت تبقى light skin يعني عشان هما in Africa they are dark skin فبوبيلر انك ما تبقاش white بس تبقى light skin يعني لونك لما لونك بعد التان بوبيلر عندهم الشعر الكيرلي ليه لان الشعر الطبيعي هناك في أفريكا اللي هو الكينكي فهم الشعر الكيرلي بالنسبة لهم انت الشعر الصوفت الشعر الحلو ومعرفش إيه بوبيلر هناك انك تبقى كيرفي الستاتة الرفاياة هناك بيتضايقوا من حياتهم هناك فهنا بالنسبة لي الموضوع عشان كده بقولك موضوع توسيع الإدراك ده مهم لان الراجل هناك فاكر انه أحسن واحدة الستة الكيرفي جدا اللي شعرها كيرلي عشان هو ده اللي المجتمع حطه في المياه وهو مش مدرك هو فاكر انه هو ده اللي عجبه هما برضو يعني مفيش تركيزة على الصحة النفسية للرجال للأسف ودي حاجة هما مظلومين فيها بس هما مش مدركين من جواهم انهما they've been induced they've been incepted that this is the beauty standard فبعدين بعد كده لما يجي واحد في relationship يقول لي انتي لازم تفريدي شعرك ولا انتي لازم تخسي ولا انتي لازم تتخني ولا انتي لازم تعملي عملية عشان تنفقي صدرك ولا تعملي ايه في يرأس ولا تعملي ايه في شفايفك ولا لازم تفتحي بشرتك ولا معرفش انا بيجيلي comment ساعات لانا خطبتي سامرة عايزة عايزة تبقى فتحة زيك اتعمل ايه والله العظيم او مثلا ايه انا خطبتي اسمه ايه دوت عندها مشكلة ان هي شفايفة رفاعة فالو سمحت يقول لها تعمل فيل انا ما عرفش ايه عشان تسمع كلامك ومش بس الولاد انا مرة قابلت واحدة في مول كان معها بنتها بنتها كانت عندها مثلا 18 سنة ازاي كيحبتي بنحبك اوي ما عرفش ايه وانا بتقول لها تقول لها تحط ميكاب وتغير طريقة لبسها عشان يبقى شكلها انسة شوية يا ايه ده كل القميات بتقول لها بس ديتلت بنت قلت لها عميل انت عايزين فهو المجتمع the big capitalist machine behind it اللي بتبوش اللي ممكن ازاي نلعب في الجمال عشان نعمل فلوس اكتر فده بيأثر في دماغ الناس فده بيأثر فيهم ما خلف بالجالة هي حبيدو احنا حبيدين واضح ان هو يعني هو اللي مش عاجبه شكلك هو هيفضل او طول الوقت بيدور على الحاجة اللي نقصة هو ما مفيش حد كامل يعني انت لو بقيت بوجه نظره هيبقى مش عاجبه تبقتك في كلام مش عاجبه شغلك مش عاجبه طول الوقت هيدور على حاجة مش موجودة ونقصنا ندور عليه وانا قررت في الاخر ان هو بني ادم زي زيه فليه احطه هو كامعي ارفع حيسي فجود لك لي جود لك لي بجد توكسك يعني توكسك مش توكسك يعني عمصر كلمة توكسك يعني is there بس مش قصدي ان هو توكسك انا هو بني ادمين فهو يعني لو انت مثلا في حاجة معينة مش عاجبك في وشايف ان تزيد سواء في شكلي او في شغلي او كده حظ ان اوفر في المرة القادمة شخصين بجد والله اصل بجد how can I build a loving warm relationship with someone when there is one thing that he thinks is a deal breaker I'm sorry but لازم احس انا لازم احس بالامان والامان بدايته ان انا اكون مقبولة تقبل لو انا مش مقبولة وانت يعني لو انا وانت مش قابلين بعض relationship هو احنا ازاي هنتجوز ونخلف ونعمل الحاجات وفيه journey بقى مع انت اصلا دلوقتي يعني حتى لو متجوزها عاملة ازاي ما فيه خلفة وولايدة وكده اول مشكلها يتغيب هتسبها ما هو فيه بحل التقبل للاخر خلاص دي حيابت ابنوها مع بعض طب احنا كلمنا من شوية قلت يعني مصطلح عايزين اوضحه اكتب يعني ايه التخزية الاتفاقية بصي انا مش دكتورة فانا مش المفروض ان انا مثلا اتكلم في حاجة معينة بطلاقة بس ممكن اتكلم من my own experience دلوقتي فيه حاجة اسمها intuitive eating وحاجة اسمها mindful eating ده اللي هي حاجة very basic انه كل لما تجوع وبطل لما تشبع it sounds very easy it sounds ان هي حاجة سهلة بس هي للأسر فيه حاجة سهلة انه زي ما قلت لك علامات الجوع والشبع بتروح عند الناس بسبب emotional eating والضي فال intuitive eating هي التخزية الحدسية شوف جسمك بيقول لك ايه واسمعه mindful eating اللي هي التخزية الادراكية هي انك مدرك بقى انت جسمك بيقول لك ايه بس انت مدرك العواقب بتاعت دا ففور اجزامبل مثلا فيه ناس كتير تقول لي ايه بس انا جسمي عايز حلويات كتير يتزيلوا مش مشكلة بس انت عارف انك مثلا لو افورت في اكل حلويات بطنك هتوجعك وهتتعب دي بقى الحتة بتاعت الادراكية اللي هي اكتعافي تبعيات اللي الحاجة اللي انت هتعمل بالزبط انا مدركة ان انا لو كانت كل الكيكة اللي قدامي دي بطني هتوجعني وهقضي لله في الحمام this is not ideal فانا عايزة كيكة فانا هاكل الحتة اللي هتكفيني وبعدين هوقف قبل ما بتدي ابقى overly full مثلا او ان انا هبتدي اتعب او كده الادراكية بس انا حتة ادراك ان انا عندي مقاومة انا شخصيا كهازين عندي مقاومة انسولين فانا حلوة قوي تحفة جدا طبق الباستا دا بس انا عارف ان انا وكلته بني ادم عنده مقاومة انسولين بيتعب بعد ما يأكل سكريات او كربز كتير لوحدها فلو كلته انا هعرق وهبقى خاملين وهمدين وطعبين والسكر هيعرف دمي فانا مدركة الموضوع ده فبعمل ايه بقى ابتدي اكل السالد الاول بعدين البروتين بعد ما قاملة بطني بالاكل الحلو دوت ببتدي اكل شوية من الباستا ديت علشان يبقى في اقل عدد من الانسولين مش عشان ان انا عملا دايت عشان الانسولين بيعلى كل ما الحرب والسكر بيعلى وابقى لكم فده رأيي يعني يعني التفكير منطقي انه يعني لحظت كده يعني اول ما اجيلك الفكرة انك ناخد دقيقة او دقتين تفكري في تبعيات اللي انت هتعمل دي ده اللي هو في كل الحاجة في الحياة يعني مش في الاكل بس وعايزي ممكن اكل سكر عايزي بس اللي هو اكل اللي هو ايه لكن مش اللي هو يلا اكل كل الكيكس اللي في الدنيا من وراء الناس في المطبخ ومعملش صوت علشان بكرة حبدأ ادايت وابقى قوي جدا ما عافش هتوفي معي ولا لأ بس انا حسن وشخصيا ومن الدايبة اللي حوالي كتير اوي بقى بيتجه لفكرة العملية بقى فيها ايه او العملية اللي هي التببيس او التكميم تكميم طيب انا انا كنت عايشة مع حد واحد صاحبتي يعني كنت هي عملت عملية وهي اخذ 26 كيلو وكانت نصطة جدا وكانت تعمل فيديوهات على الموضوع وكده فانا عندي معلومات كثيرة عن العملية انا كنت عايشة معها انا مش ضد العملية في ناس كثير جدا فاكرين انتو ايه مشاكلكو ادون your top three problems دايما one of the top three problems انا تخين انا عايز اخس او انا تخين انا عايز اخس تمام تبقى مشكلتين تانيين مثلا اللي هم علاقة مش عارفة سيطرة على الاكل انا شايف نفسي وحش مش عارف ايه كده تمام تاني سؤال لانه دبعا هم عندهم مشاكل طيب why did you consider العملية فلاس كثير فاكرة انها ضد العمليات لا انا شايف ان العملية هو في لازكوتيفة كانت ضد الخصصين اصلا ازاي طيب طب ازاي بجد لان الناس شوف الفيديو تقولي ايه دا انت خسيتي طب انت مش قلت انك مدد الخصان انا امتى بجد حد يطلع لي يا جماعة فيديو يقولي انا ضد الخصصين امتى بجد انا مش ضد حاجة انا حتى الناس ما عايز تعمل ضايتهم احرار بس انا عارفة ان الموضوع مش حيوصل وبيجو عطولي في الاخر في المسجدات انا شايف ان العملية حل كويس جدا لحد عايز يخس بس بس هي مش هتحل الاموشن عشان انا اعرف ناس كتير جدا عملوا عملية وتخنوا تاني ليه بقى عشان لما بتيجي تعملي العملية انا عارفة عشان انا انا لما بتيجي تعملي العملية بتقفلك معددك فانزي ما بتكلش كتير فدق بيخصص صح however you can start سبسبي حاجات that are high calorie but they are small size milk shakes ice cream brownies كل بقى الحلوية فانت ممكن تبتدي تعملي كده واحدة 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 فتتخني تاني بدلال ان فيه ناس بتتخنى بعد العملية بزابطة فانا شايف ان العملية is perfect for someone who wants to lose weight يعني it's amazing حاجة تحفل الناس اللي عايز تخس ولكن هي مش حاجة كويسة لحد عايز تعالج من الطراب الاكل وفي ناس اجل في ناس كتير جدا عايزين يخسوا من غير ما يتعالجوا من الطراب الاكل وممكن في ناس كتير بتخس فعلا من غير ما يتعالجوا من الطراب الاكل تمام ولكن في ناس كثير بتفشل بسبب الموضوع ده انا هنمتع نفس القصة بتاعت الدايت اليو يو ده انه هو انت ما عليكتيش السبب اصلا بالضبط كده فانا شخصيا شايفة انه لو انت عليكت السبب ولو انت عليكت مشكلتك هتعرف تخس بعملية او غير عملية يعني في ناس على فكرة غير العملية ده ده في حاجة اسمها اللي خدتها كين كارداشين اللي هي ايه بتخلي الاكل في بطنك فترة اطول فجب بيبعت رسائل لمخك انك مش جعانة فبتعودي فترة طويلة جدا ما تاكليش فبتبقي فل دايما حاس من الاكل هنا في زورك هوافر لما تبطلي اوزنبك بتتخني تاني ليه عشان هما برضو مع الجوش فكرة ان انا ما بتعملش مع مشاعري انا بروح اكل سويتس ومعرفش ايه و ايه و ايه اول ما بقز علينا شايفة دلوقتي الادباك مش في حتة الخاسين او التخنة او الحاجات دي الادباك بالصحة النفسية مختلفة دلوقتي عن زمان الصحة النفسية بصي انا حسنا احنا عايشين في بابل بصراحة يا زينب يعني الناس معينة في حتة معينة في ستاندرد معين عايشين في البابل بتاع يلا نكبر التوعية عن الصحة النفسية ستات لازم مش عارف بعد الحمل تاخد مش عارف ايه علشان السحة النفسية اللي بتقدي الرجالة ممكن يعياته عادي الكلام ده كله انما الماس للأسف لأ طبعا في البابل بتاعت السوشال ميديا او مش يعني خلينا في بابل معينة طبقة معينة بطبيقة لايف ستايل معينة حسنا ده مش لسه مش عالقابد الواقع موجود شوية بس مش كل الناس برضا مش كل الناس يعني ناس كثير لسه بتتكسف انها تروح للدكتور نفسي ناس كثير لسه بتتكسف الامهات والابهات يقول لك لا 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 انا ما ينفعش اروح لحاجة معينة مثلا في اهالي عندهم مشاكل نفسية بجد اوه وما بيهرحوش ما هو الاهالي هما بني قدمين في الآخر يعني بزرق يعني هما بني قدمين في الآخر يعني بزرق يعني هو كبسافة نظرة عن لقب أب أو أم هي انت بني قدمة يعني او بني قدم لوحدك بمشاكلك بقصتك بس انا قصدق ان قصدي يعني ان هما السن الأكبر شوية لا ميردوش يروحوا للدكتور نفسي الا بعد فترة طويلة او من الحاجات او ميردوش ياخدوا ادوية او ميردوش عارفة الافلام في التمدينات برضو وصلت لهم فكرة الثيرابيست اللي انت بتقعد عنده وبيخدارك بقى وبيسرقك او معرفش بيقتلك او كده فالواها لا 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 اعمل انا مش حامل في ناسي كده واخد دوا وبقى موت من ادوية لا 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 انا مش كده انا احسن فطبعا بيولدوا الفكرة دي الاولادهم فالفكرة بتاعتها تهتمام بصحة نفسية موجود بس مش موجود بشكل مفروضي موجود به حاسها سوشال ميديا دلوقتي مفيدة ولا مش مفيدة الامباكت بتاعها بصوتف ولا ناجطف depending on where you want to be يعني لو انت عايزة تبقي بتابعي الناس بتفيدك ولطيفة ومعرفش ايه هتعملي كده لو انت مش عايزة تبقي الناس دي مش هتعملي كده لسه نظر من يومين application اسمه threads application is a copy of twitter والناس كلها دي got excited الفيد بتاعنا الناس احنا مش عاملين لها follow فالمفروض ان ننسي اللوجرتميات بتاعت البرنامج بتتعلمك وبتفهم انت excited في ايه فبتجيبلك حاجات شبه الحاجات اللي انت بترتقسي معها وتتفرج عليها وهكذا فعلى حسب اختيارك والmachine هتتعلمك وهتبريك اللي انت عايزة لو انت machine تعلمتك صح وانت بتتفرجي على الحاجات مفيدة هتجيبلك مفيد لو انت بتتفرجي على الحاجات مش مفيدة هتجيبلك اللي مش مفيد أيبانا تاني انت عندك الاب اول انت اللي بتحددي اذا كنت تستفيد من حاجة او ما تستفيدوش بناءا عن اللي انت هتتبعي تفتكي جاية من اين فكرة الفومو اللي بيسموها فومو يعني كثير قوي من content creators كلهم بتلاقي الناس بتشتمنا في التعليقات بتشتمك طب ليه مش ليه بتعملوش امتباله تفتكي جاية من اين حياتك اكشي ارد ارتكلا الموضوع داو انه سم بيبول دي وانت دي هاتيو سو much that they want to be you هما يعني هوا الموضوع مش جاي من هات ليك انت هو جاي من هات لي ومهما اصلي يمكن حد يعني مسا حوليك الحاجة زينة تاكيد بتشوفي حاجات مش عقبكي اونلاين صح اكيد بشوفي باشعة صح هل عمرك كتبتي كومنن ليه بحيث انه اخلاس مش هسكول يعني مش عقبكي عشان انت بني قدمة طبيعية انت مش فرق معاك انت عندك حياتك ولادك الجروب بتاعك البزنس بتاعك جوزك صح فانت مش فرق معاكي جود لك ليه هم بقى اللي بيعملو حاجات وحشة دول في فيديوهاتهم هم احرار ماركيش دعو فثنك باوتوت لك دس لو انت مش هتعملي بعد كومنن مين بقى الشخص اللي هامل بقى كومنن شخص اللي بيكفر نفسه شخص اللي بيكره حياته اللي ناقم على حياته شخص اللي فاكر ان الفيديوز دي اهم حاجة في الدنيا شخص اللي عايز يحسس نفسه انه احسن على جثة الاخرين يعني شخص ده اكيد جوه البيت بتاعه بيتهزق اكيد جوه البيت بتاعه مش مبسوط اكيد جوه البيت بتاعه بيحصل له حاجة معينة خلت بتاعه حقت بالشكل ده اللي هو بيعمل عملية اسكولة اللي هي بتكون بنشوفها شوية في العلاقات حتى يعني الممكن اكزاكلي فا ليه اهتم بشخص زي ده I shouldn't right بس عمده محتاجة وعي شوية من من ناس بتاعيلي احنا ميحين في الحتة ده يعني ان شاء الله غفل يعني عمر ما الكومنس الوحشة حتوقف بجد حقيقي عمر ما الناس حبطل تعمل كومنس انا عندي صحاب على فكرة مسعى السوتيار الميديا خالص قفلين ما عندهمش استجرام ما عندهمش فيسبوك ما عندهمش تيك توك ما عندهمش اي حاجة اه والاصحاب دول مرتاحين قوي في حياتهم ومكبرين دماغ بس بس ليه علشان حتى لو انت تفرجتي على حاجات في يوروب الناس برضا عندهم هيت كومنس في يوروب في الاستيتس في اي حتة مش بس في مصر مش بس في المنطقة عندنا لأ في كل حتة فانا شايفة انه it will never end بس we need to understand انه it's not important تبقوا لي بقى انتي اتخبقتي واشتغلتي corporate life وبعدين كوفرت انك تبقي انفلوانسر content creator الناس قبلتها ازاي السيركل اللي حواليك انا مسلا لحد دلوقتي ممت اللي هو بك يا بنت اللي تتعميه ده ارجع الشغل فانتي بتلاقي الكومنس دي بس انا زي ما قلت ريك انا ما قررت شباية انفلوانسر انا المضاجه بالصدفة اه والله عارفة اللي هو في الاول بيحربوك وبعدين بيحاولو يهدوك وبعدين بيحنافلو معاك عادي هو ده اللي حصل بالضبط فهمعي ممت اللي هو تقول لي ايه يا ابنسي مطروحي تعمي مزستير يا ابنسي مطروحي تركزي في حياتك يا ابنسي مطروحي معرفش ايه كلام ده كله وانا اللي هو ايه ماشي ماشي يا مم اوكي مفيش ماشي ايه بس بعدها اللي هو بتطلع معي في كامبانز باي كيف كلمة انفلونسر بيتاني عادي بتشوفيها بتحبي يتقل عليك انفلونسر انا حاسة اني وضعه كبر قوي يعني الناس انقلوا انا نحن مش بلوجر انا انا معرفش ايه. ده جوب ديسكريبشن بتاعك انت بتاعمل محتوى على الانترنت. تمام? بلوجر انا كلمة بلوجر دي بالنسباني غريبة لان بلوجر جاي من بلوج واحنا معندناش بلوجز دلوقتي. ما حاش عنده بلوجز. انا بحس ان انا ما ينفعش اقول على نفسي انفلونسر لازم ناس تقول على نفسها انفلونسر. يعني مش سريع. الناس تقول عليك. بس ممكن بيفتكوا انه ده باي ديفولت ان الناس عمليلك فالو وبيتابعوك وبيتعاملوا معك يبقى كده خلال فلس هما ادو لك اللقب ده بتبيقة المية. ممكن والله يعني اسمها بالعربي مؤثرات او مؤثرين. فلو انا مؤثرها في حد هو اللي يقول علي الله دي بتأثر فيي الله مش عارف ايه. بس هقول لك على حاجة عشان انا من يومين كتبت اسمي على جوجل وطلع لي هدير الانستغرام بتاعي وبعدين بعد كده قال لي دي يومين هدير حميد انترنت برسونالتي فانا عاجباني قوي كلمة انترنت برسونالتي. حلوة دي مختلف. اه جديد. انا برسونالتي على انتر ويبز. حلوة ده. طب ولي دي انت بالنسبة لك السعيدة ايه? ايه ده السؤال. اه دخلنا في عمك ما راح ده زي? اه اه السعيدة ان انا بقى في اجازة ان انا بقى عادة على البحر اه في الجوناة مثلا او في اي حتة مش لحمة وبقى بشرب كوكوناتة على البحر. لا ليه الجوناة ليه بالي. ليه انا ليه الجوعدة. طب ولي دي حلم نفسك تحاقي. personally او في الشغل. بس بعمل حاجة مش عايز بعمل هودي. مع احترامة لكن يفعل اس قليل Progressونatan. بس ceb attract maximum medium large. ايو بร شيء عريز بعمل حاجة ان انا يبقى عندي شركة بتاعتي بتوصل حاجة معينة بتوصل دكار. ايديوا معينة من خلال البراند. حتى كمان جوه الشركة عريز الشركة يبقى فيها اه ситуation G undertaking. الستات opportunities ان الستات تشتغل من البيت لو عندهم maternity leave عايزة ان انا اعمل job job vacancies و job opportunities لرجالة وستات من اقاليم يعني عايزة ان انا اعمل community يوصل رسالة ويدي profit وفي نفس الوقت جواي يبقى فيه opportunity للناس. احنا احتاجين البند اللي هو اكس اكس لان انا من بعد ما خلفت ايه ادخلت عايزة. صح. اه هو مين قال ان ال size دي مش مظبوطة يا جماعة يعني انا مش براقي size بتاعي. it's very weird. وهو يعني انتو بتغذبوا هو ده مش size ده مش صح. يعني في مشكلة في المقاسية يعني. it's very very weird. تعارفة ايه اللي حصل ايه اللي اوكي في العالم صغرت. ليه بقى? علشان البنات اللي في عدادي ابتدوا يلبسوا لبس مش بتاعهم. هم. فمسلا لو تفتكلي احنا مسلا نفقول عدادي كنا لسه ماما بيجيب لنا هدوم. نعم. وبنعمل لقطة. دلوقتي البنت اللي فيقول عدادي عندها ترتاشر سنة. ترتاشر اربعتاشر خمستاشر. ده السن بتاع عدادي. او ال middle school او whatever grade 9 ولا grade 8 ولا whatever. البنات دول نازلين يشتروا من زارة. هم. فالبنات دول جسمهم لسه ما اكتملش فهم اصغر. اوكي. فبقى زارة وبرشكا معرفش ايه كل البراندات دي بقوا بيعملوا كده. بس فالفكرة كلها ان الموضوع يعني انا بشوف ناس رفيعين بيقولوا عليهم plus size. ايه ده في ايه. يعني يجبوا لي مسلا. ممكن اقول اسماء ودوث حابي عايز ممكن اقولهم. يعني يجبوا لي مسلا رانين. رانين تبقى plus size ازاي جماعة? رانين دير فياعة جاعة. بالنسبة لي اتليست انا جايبار فياعة. او بس يجبوا لي ماري نوبرت يقولوا لي انها plus size جماعة. المنات دير فياعة ومتشوفش الناس في الشارع ولا ايه. انت بتلايب يعني بيج برانز دولتي عاملة campaign احنا بنعمل حاجة شو انت بقى more inclusive وجايبين فيين يامني? وادييني من الplus size اللي انت جايبه. اه. او هم يعملك size size large pre order. اه. اللي هو يصلي كون شهرين لما التزين يبقى خلص فما نشوف كيش وانت يلبسيه فأتف? اما? او مسلا يعملوا مثلا اللي هو two styles بس هما اللي يبيوا فيهم x large ده اصلا مش plus size مش plus size اه ايه. باي دوي. دبل x large two styles بس هما واحد علي ورده. وهل علي خاصة والله يبقاش أنت تخين فأنت أكيد مش عايز تبقى فاشنة ممكن نقول حاجة معلشة مش عايزة هاتفتوزة لا بجد والله ما سامع كنت عايزة أتكلم فيها في حياتي عم مثلا أنه ليه دايما البنت الـ معرفش اسم هي بالعربي بس اللي هي أروش واحدة معرفش إيه كده ليه دايما شكلها معين اللي هو بيفت مع البيت ستاندرد عايزينها سيارة أو مثلا لو هي طويلة لازم تبقى رفعها جدا زي كندل جينر كندل جينر تمام أو مثلا عايزينها لازم أشعرها نعم واسود وثقيل وطويل لازم مناخيرها صغيرة لازم تبقى بيضة لازم تبقى معرفش إيه ليه بقى ليه ليه ماينفعش الـ تبقى أي حد تاني معاش عين المعايير الجميل والإندستفي والحاجات اللي إحنا قلنا أنت كلمت فيها أنا أكشفت حاجة زيارة والله إلا أنا أكشفت حاجة بقى بموضوع ده إن confidence بجد والله ما أحذر أنا عارفة إن تساونز كريزي بس الناس ما تبقى بأسخة في نفسها بتخلي الناس تشوفها كـ والله العظيم صدقيني ده وقربتها هتنفع آه بسي يعني مش عاودي بجد يعني في حاجات بتحسي إن هو آه خلي عندي confidence خلي عندك حاجات بس في حاجات إحنا من منذ طفولة يعني أنا مثلا مامتي طول العمي مامتي بلوند وأنا عايدي أنا من تبك البنتة مصرية أمحية الصماري ولوني مصرية ده إيه لك التعليقات بقى بتاعت إيه ده هي مش طالعة لك لي هي بس دمها خفيف اللي هو التعليقات اللي أنت بتسمعي اللي بتلاقي بتعمديها يعني أنا لحد دلوقتي بنتي بس أنا شعبها كيرلي أنا شعبها مش كيرلي شعبها مش طالعة لك ولحظات حوزنة كده يعني فهمها وشون بيتقلب كده يعني في حاجة فأنا متخيلة كمية الضغط اللي بيتمارس على أعتقد دلوقتي الولاد كمان مش البنات بس صعب أو؟ بصي بأ أنا عارفة إنه سيكون سوبر أرجاند بس إه عندما تتعلم أنك تفضل أفضل من كل هذه الناس حرفياً أنت أحسن من الناس دول لكلهم بيعلقوا ليه عشان زيهم زي الناس بتعمل كومنز أنا عمري في حياتي ما رحت قلت لحد إيه هو ابنك ليه اللونه عامل كده ليه أنت جابت في الأخضر إيه اللونه عامل كده ما فيه إيه مالك أو إيه ده إنت إزاي شعره طالع عامل كده ولا إيه ده هو ابنتك مالها قصيرة كده فأنا رأي لازم أن أنا عمري بقولت كده فأي حد بيقول كده أنا أحسن منه علشان مجرد أنه هو فوضي في حياته مخوخ لدرجة أنه بيقول كده فأنا أحسن منه فأنتي أنت أحسن من الناس ديت مش هتمنعي كلامهم أوكي you don't want to be with this crowd فاهميني your humor them عشان هم بدون الناس في المجتمع بس أنت أحسن منهم فأنتي ماشية أحساساً أنت نجمة أنت أحسن منهم والله بجدسة ديني false pretension fake it anterior make it ده اللي بيشتغل فأنا أحسن من الناس دي أساساً فأنا I don't care طيب في ناس كتير جداً اللي متأثرين في كلام الناس دون أنا اللي عايزة inspire them فاللهو أوكي بيزن أنا حابقا لقيت جيرل بتاعك يا جماعة أنا بصوا أنا خطيرة أحصلتش بصوا I love this my style my work my life my opinions my travels معرفش إيه كده بس لاحظة إدراك أنك أحسن من المتنمرين هي بجده والله العظيم فكري فيها زينة فكري فيها بالليل أنا مبسوطة أقول لي لأنني اتحكت ألوانتي قلت يعني اتحكت thank you أولي for coming thank you so much مبسوطة أقولينا بالإنتفيو مع عشي تبساطي ولا أبس أنا شخصياً تبساط thank you for inspiring others يعني بتتلهمي الناس بطريقتك مش مش بتعملي حاجة مختلف انت بتتعاملي عادي فدي حاجة هلو يعني أنا من الناس اللي فعلاً بحب الكونتين بتاعك thank you for being there يعني شكراً إنك موجودة على سوشيال ميديا بتقدمي content بيساعدك بناتك أنا بس هيزيقول حاجة يا جماعة إحنا ما حضرناش للبودكاست دي خالص وأنا ما كنتش عارف الأسئلة هسألها زينب وهي ما كنتش عارف الإجابات بتاعتي وما كنتش نعرف أي حاجة this is 100% spontaneous ومش pretentious ومش fake وno filter على الكلام وno filter على أي حاجة thank you so much يا زينب أن أنت أخذيني معاكي ويرتت قلنا بودكاست دي هتطلع فيه عشان معرفش أصحابي بيسألوني بقولهم مش عارف أقولك أو متأل okay thank you thank you